بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده هنتعرف على الجلوبال تشينج وبرده يعني عشان نكمل الإجزامبل هناخد معها اليوزر ديفايند فيلد اليوزر ديفايند فيلد هو عبارة عن فيلد المستخدم او اللي شتغل على البريمافيرا ممكن انه هو يعرفه باي شكل هو عايزه الفيلس اللي هي مقصود بيها الاعمدة اللي ظهرها قدامي بالمافيرا فيه اعمدة ثابتة بس ممكن اكون انا عايز اوجد او اعمل عمود مختلف بيعمل حاجة او فانكشن مش موجودة فبلاقي عندي دايما في كولومز هنا فيه اليوزر ديفايند لو فيه حاجة معرفة من قبل اليوزر طيب ايه الامثلة اللي انا ممكن اعملها ممكن مثلا يشوف مثلا الانشطة التوتال فلوت بتاعها صفر او مينس ويكتب لي ان ده كريتكال والانشطة التوتال فلوت بتاعها اكبر من الصفر هيكتب مثلا نان كريتكال كل العمليات دي اقدر اعملها من خلال ان انا اعمل فيلد جديد والفيلد ده ابدأ ان انا اشغاله او احطله حاجة زي الاكوشن تاعت الاكسل كده طيب نبدأ من خلال انتربرايز وهقوله user defined fields وهابدأ ان انا هعمل add دي طبعا الايه اللي نزلة default مع البرنامج هابدأ ان انا اعمل add واختار نسميه مثلا activity critical وهنا بيقولي الداتا طيب بتاعه ايه وفي اكتر من داتا طيب بمجرد ما بدوس السهم بيظهر لي هل هو cost flash date indicator integer number start date text طيب انا لو عايز ان انا اخليه نص فهيختار text كده انا زودت عمود جديد اسمه activity critical وهقوله close وعايز اظهر العمود ده هروح عند columns وقاله user defined fields وهلاقي activity critical موجود نخليه مثلا في الاخر وهقوله اوكي طيب ظهر عندي العمود الجديد activity critical وفاضي مفيش غواء اي data طيب انا عايز ابدأ ان انا اعبيه اعبيه ممكن اعبيه manual ممكن ناجي هنا كده مثلا واكتب الكلام اللي انا عايزه او ان انا عبيه بطريقة automatic بصورة سريعة الطريقة automatic بطبع عن طريق global change global change هو امر البرما فيرا بيوفره لي ان انا اعمل تغيير على جميع الاكتيبيتز برول او قعدة معينة بيجي الكلام ده ازاي ان انا بدخل على tools واختار global change وعايز ابدأ ان انا اعمل new عشان يقول لي ايه الموديفكيشن اللي انت عايز تعمله اول حاجة بيقول لي select subject area هل activities ولا activity resource assignment ولا project expenses فهعمل على activities الفقرة الاولية بيقول لي if ايه دي يقصد بيها ايه هي الرول اللي لما لقي activity معين اطبق عليه حاجة معينة بعد كده then then دي الحاجة اللي هيطبقها else لو ما انطبقش الشرط اعمل ايه بمعنى مثلا if total float زي ما قلنا مثلا if total float اصغر من او يساوي zero then لو لقيت الشرط احقق اعمل ايه هكتب مثلا كلمة critical في user defined field else لو الشرط ما تحققش اعمل ايه هنبدأ من المثال البتاعنا ده هنقول له where وهفتح الخانة دي واختار total float is اللي هي الاختبار للمنطق اللي انا عايز اشتغله فمش هقول له equal لا هقول له اصغر من او يساوي less than or equal value value cam هي zero and لو انا عايز ان انا ازود شرط تاني بحيث ان الشرطين يتحققوا وخلينا ان احنا نشيله لان احنا مش عايزين نحط شرطتين طيب then لما الشرط بدايت حق اعمل ايه هقول له add البرامتر هنروح بقى ال user defined field اللي هو activity critical يساوي custom فهيقول لي دخل التكست اللي انت عايزه فهقول له مثلا activity is critical and لو انا عايز اطبق حاجتين طبعا ايه مش عايزين نطبق حاجتين else ممكن ازودها وممكن لا خلينا نزودها ماشي وهنعمل نفس الشيء activity critical يساوي واختار custom وقول له activity activity is not critical طيب بقول له اكي كده عمل global change كده انا ندله اسم لو دست apply change يبدأ انه هو يطبق لي التغيير ده بيقول لي the global change contains parameters that cannot be cancelled after viewing the report do you wish to proceed هل فعلا عايز تكمل فهقول له yes بيطلع لي change report او global change report بيقول لي توجد an activity الاصف اكتيبيتي الاصف 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 الاختار الاصف الاصف بقى هيقول لي فيه حاجات وحاجات نوت كريتكال وحاجات كريتكال ونوت كريتكال وهكذا طيب ارجع التأثيرات كلها على الفيلد اللي اسمه اكتيبيتي كريتكال طيب خلاص وفعلا شغالة زي ما انا عايز دلوقتي قدامي ان انا اقول له cancel changes لا ال changes دي مش هي اللي انا عايزها او ان انا اقول له commit changes عشان ينفذ would you like to save log file no هلاقي انه هو انا في زعم ال close وارجع دلوقتي على الكاتجري بتاعتنا هلاقي activity is critical و activity is not critical على حسب total float تاع الاكتيبيتي يبانى عندي critical و not critical بس اقدر بقى اعمل اي user defined field و اعمل global change اللي انا عايزه بحيث ان انا اختبر حاجة معينة او اعرف النسب معينة او ال cost مثلا موجود بدون overhead و انا عايز ازود على جميع ال cost دي رقم ثابت لكل activity مثلا وكذا او مثلا تلت قيمة الاكتيبيتي او 25% من قيمة الاكتيبيتي و كذا احضر بقى اعمل اللي انا عايزه طيب خلينا نجرب الموضوع بتاع ال 25% مثلا اقول له columns و هنعمل user defined field الاول enterprise و هقول user defined field و هسميه cost plus مثلا و الرقم اللي جواه هيبقى number الفرق من number و integer انتجر انتجر اللي هو رقم صحيح number ممكن يكون فيه كسور او ممكن نخليه بقى cost عشان يبقى ال current كمان و هقول له close كده بقى فيه field جديد اروح الزرو من columns user defined field cost plus و هقول له اوكي و هيا يجي هنا اعمل global change بالtools اختار global change و new احضر اسميه ايه سميه cost plus where هسيبها فاضية عشان ينطبق على كل الاكتيبيتيز then هعمل add فيها و هقول له فين ال user defined field احضر اسميه ايه كالاسمه cost plus يساوي البرامتر value هندور على budgeted cost budgeted total cost هايه و operator اللي هو علامة الدربة او الجامعة او الطرحة او الاسمه هضر اسميه كام فيه هقول له custom و اكتب الرقم احنا قلنا هناخد total cost و نضربه في 1 وربع عشان نزود 25% في 1 وربع و هقول له اوكي على change ده ممكن اقول له user او لا و اعمل له apply لسهل التحذيريه اقول له yes يطلع علي ال report ال cost plus بقيت فيه القيم الفلانية للاكتيبيتيز التالية اتأكد بس من شكل التغيير ان هو كله على cost plus و ليس حاجه زياده و هعمل في الاخر commit changes طبق اللي النتائج دي عايز log هقول له لا و اعمل close و هلاقي ان كل اكتيبيتي بقيت قيمته جنبها قيمة تانية عبارة عن واحد وربع من القيمة دي 3400 بقيت 4352 و total project 341 القيمة cost plus تبقى 426 و اعمل